أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الدورة القيمة الذي تقوم به مكتبة الأسكندرية في نشر وطعميق المعرفة والعلمة وكذلك التشجيع على القراءة والبحث والعمل الثقافي وخلال استقباله لمجلس أمناء ومدير مكتبة الأسكندرية أكد الرئيس السيسي ضرورة أن تكمل المكتبة الرسالة التي تؤديها مصر في بناء الجسور بين الثقافات وإرساء السلام والتنمية وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد نقاشا مفتوحا حول الأوضاع الدولية والإقليمية حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على وقف نزيف الدم بقطع غزة أكد مصدر رفيع المستوى أن احترام مصر التزاماتها والمعاهدات الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وأضف المصدر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعمد نشر أخبار غير صحيحة لصرف الأنظار عن حالة التخبط التي تعاني منها إسرائيل داخليا كما أفاد المصدر بأن الموقف المصري ثابت تجاه العضوان الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى ويضع الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياته هذا ونفى المصدر الرفيع المستوى ما يتم تدوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود أي نوع من التنصيق المشترك مع إسرائيل بشأن عملياته العسكرية في رفح الفلسطينية وكما أشدد المصدر على أن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات التصعيب في قطاع غزة ورفضت أي تنصيق معها بشأن معبر رفحها تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عضوانها على أنحاء قطاع غزة اليوم المائتين والتاسع والعشرين على التوالي باستمرار القصف العنيف واستهداف منازل مأهولة ومنشآت وبنية تحتية حيث وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على حي الزيتون شرق مدينة غزة كما استهدفت قوات الاحتلال منازل في حل تل السلطان غربي مدينة رفح كما استهدفت الغارات منطقة الزويدة بوسط قطاع غزة يأتي ذلك بالتزاون مع إطلاق زوارق الاحتلال النار تجاه الشواطئ الشمالية لبحر غزة أعلنت هيئة البث الإسرائيلي أن المجلس الوزاري المصغر سيجتمع اليوم لمناقشة منحة جديدة لاستئناف المفاوضات لإنجاز صفقة تبادل المحتجزين يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه هيئة على عائلات الأسرى الإسرائيليين بعقد جلسة مع المجلس الوزاري للإطلاع على آخر التطورات بشأن صفقة التبادل قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن الإدارة الأمريكية مستعدة للعمل مع الكونغرس للرضي على خطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق إثنين من قادة إسرائيل ووصف بلينكين في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ هذا التحرك بناء قرار خاطئ للغاية ومن شأنه أن يعقد احتمالات التوصل إلى اتفاق لتحرير المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة تبادلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف على طول الحدود وأوضح حزب الله أنه استهدف نقطة تموضع لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل موقع رويسة القرن في مزارع شبع عند الحدود الجنوبية للبنان وأكد بيان الحزب أن الإصابة كانت مباشرة ما أدى إلى اشتعال نيران في المنطقة المستهدفة ومن جهته على الاحتلال استهداف مواقع الحزب الله في عمق لبنان حذرت وزارة الخارجية الروسية فرنسا من عواقب إرسال قواتها إلى أوكرانيا مشددة على أن رد موسكو لن يكون سياسيا فقط وأوضحت الخارجية الروسية أن الإجراءات التي ستتخذها روسيا في مثل هذا الحدث لم تحدد بعد مشيرة إلى أن إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا سيزيد من خطر وقوع اشتباك بين البلدين المسلحين نوويا أعلن الجيش الأوكراني أن قتالا عنيفا مع قوات روسية شرق البلاد أكبر الجيش على الدخول في معارك كر وفر يأتي ذلك بعدما استطاعت القوات الروسية السيطرة على الجزء الشمالي من مدينة فلشانسك بالكامل كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي عزز من مواقعه وسيطر على مناطق أكثر حيوية على محور دونسك